بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المكان اللي أنا واقف فيه هو نقطة نهاية نهر النيل أطول أنهار العالم الذي يبلغ طوله 600 كم مربع تقريبا نقطة التقاء بالبحر المتوسط في راس البر الحتة اسمها اللسان كلمة راس البر نهاية البر الحتة اسمها اللسان اللي بلتقى فيها البحر والنهر في راس البر طبعا اللي هو نهاية دلتة النيل فرع دمياط في مشهد خلاب ورائع من أروع المشاهد اللي ممكن تشوفها طبعا النهر النيل بيمر على عشر دول أخرهم مصر دولة المصاب الأرض الطيبة وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن عاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلقى قيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ولا بأي من آلائك نكذب يا رب سبحان الله العظيم وتبارك الله العظيم على هذا المشهد الخلاب العظيم وهو نقطة نهاية أطول أنهار العالم ستلاف وسبعمائة كيلو متر الرحلة تنتهي في النقطة الرحلة تنتهي هنا في رأس البر والجزء اسمه اللسان اللي احنا شايفينه ده يا جماعة الفنار القديم اللي هو نحمر على اللسان الأصلي اللسان الطبيعي اللي بيفرق بين البحر والنهر اللسان الطبيعي عليه الفنار القديم أما الحتة اللي احنا وقفين عليها دلوقتي ده اللسان اتعمل سنة الفين وخمسة ده يا جماعة هنا الشاهد اللي اتعمل في مكان اللي قلنا اللسان الجديد اللي بيتكلم عن رحلة نهر النيل اللي بيمر عبر عشر دول لمسافة ستلاف وسبعمائة ألف كيلو متر لغاية لما يوصل عن دراس البر ويصب في البحر المتوسط وهنا الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان صدق الله العظيم سبحان الخالق البائع العظيم هذا المنظر البديع وده ما كان قلنا اللسان الجديد اللي اتعمل سنة الفين وخمسة هنا برضو بحاول تاني أوريكم وركز لكم على المكان التقاء البحر بالنهر عشان تحاولوا تلاحظوا الفرق بين سبحان الله هنا مية ملحة وهنا مية عزبة هذا عزب فراط وهذا ملح أجاج سبحان الله هنا بالضبط التقاء البحر نشوف هذا المنظر البديع فسبحان الخالق البارق المصور سبحان الخالق العظيم سبحان الله منظر بديع سبحان الخالق البارق العظيم سبحان الخالق وان شاء الله ألتقي معاكم غريب في حلقة جديدة من سلسلة سواح اللي حنتفرج فيها على أماكن سياحية كتير جدا ان شاء الله والتقيكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة